انا عايز اقول لحضراتكم انه يعني اللي بيشتغل بيعني مش بس بيلقى تكريم او بيلقى يعني استحسان من الناس او الناس بتبقى حاسة بمجهوده النهاردة التحاد الخماسي العالم كله حاس بمجهوده النهاردة بتتكلم على الاخوين الجندي النهاردة واحد بطل عالم للشباب واحد بطل عالم في الكبار كل اللاعبين اللي موجودين واللعبات اللي بيطلعوا في مراكز متقدمة اكيد يعني ما تقوليش ان دي جات صدفة في لعبة هي الاصعب يعني ما تقدرش يتقارن الخماسي بأي لعبة تانية هتقولي بقى اصله لا هي لعبة صعبة لعبة عايزة ميزانيات عايزة رأس مال لان انت بتلعب خمس لعبات في لعبة واحدة يعني خمس لعبات لازم تتفوق في الجاري ولازم تتفوق في السلاح ولازم تتفوق في الرماية ولازم تتفوق في السباحة والكوب الخيل نهاردة كل الكوب الخيل احتمال كبير جدا يتغير يعني اللعبة تانية او يستبدلوها بحاجة تانية ولكن النهاردة انت لازم تتفوق في الخمسة وتجمع خمس نقاط في الخمس العاب عشان تفوز النهاردة هي الخماس لعبة صعبة فالنهاردة لما مصر توصل لهذه المكانة لا اكيد ده بشغل طيب نقدر نقرر ده في الاتحادات التانية نقدر نقدر والله بس عايزة شغل وعايزة اجتهاد عايزة مصارحة مع النفس عايزة الاتحادات اللي ما بتشتغلش وعارفة ان عندها مشكلة تقول انا فعلا عندي مشكلة مش قادر تكمل يعني سيب الدنيا لغيرك اقول والله لا انا ما عنديش جديد اقدموا الاتحادات وشوفنا ده في اتحاد الريشة الطائرة سابوا المكان لغيرهم والجيع اللي جايه بعديهم يعني مشوا بالوضع بشكل جيد يعني اصدقوا ان لازم يكون فيه امانة لان هنا دي سمعة الرياضة المصرية انت رجل انت في اتحاد عامل شغل عندك اتحادات كبيرة جدا عندك اتحاد الجهودو عندك اتحاد الكارة عندك اتحادات قوية جدا عملة شغل عندك اتحادات انا مش عايز انسى الرماية النهاردة عاملين شغل كويس وطلعنا بطولة العالم وطلعنا خدنا دهبية في انجاز كبير في بطولة العالم يعني في اتحادات عملة انجازات كبيرة والجنباز النهاردة يعني اصدق لكم في اتحادات كتيرة جدا عملة شغل الاتحادات اللي مش عملة شغل مش عيب يا جماعة انا مش قادر بعد ازنوك وانا همشي انما مش الهدف هو الاحتفاظ بالمكان والهدف ان انت لانهو منصب تطوائف الاول والاخر وانت عايز تفيد مصر اكيد كل داخل وناس محترمين وناس افضل عايزين مصلحة مصر ممشتش معاك الدنيا سيبين المكان لدمك دي هي دي النصيحة اللي الواحد يتمنى ان شاء الله يشوفها مع الاتحادات الرياضية لانه يعني انت منتخبات المصرية تتحقل افضل نهاردة عندك ملاعب على مستوى عندك بنية تحتية رياضية قوية جدا عندك امكانيات دعم من الدولة متمزلة في صورة شباب الرياضة نقصك ايه نقصك ان انت تشتغل مش قد تشتغل معندكش افكار مش عيب سلام عليكم ويجي غيري يشيل المسئولية